هاي حبيباتي كديرين بخير لبس عليكم كيفما العادان تمنى نلقاكم في احسن احوال وفي صحة جيدة ان شاء الله اليوم حبيباتي عادي نقدم لكم واحد كوكيس سهل ولاديد واقتصادي في نفس الوقت وهم السنة والجميع وبالمناسبة اقول لكم الابنات اللي جداد في القناة ديالي مرحبا لكم ورايخ لكم واركوا على الزر بش دائما يوصل لكم الجديد وبالنسبة للمتتبعين والمتتبعات ديالي كنشكركم برافو عليكم يلا هنشوفوا المقادر ونشوفوا الواسطة هاو ما المقادر عندنا ثلاثة البيضات وكاسونس ديال ساني دان كاست الزيت خمارة عندنا البيبي دو شوكولة عندنا شوكولة بودغ عندنا جوش كمعات الزبدة عندنا الطحين الطحين الممتاز يعني الطحين ما عليش نقول لكم ابعاد الكيسين او لخمسة يعني الطحين على حسب الخالط حيس كون الطحين والنوعية دياله كان بحيلي كيشرب كان بحيلي ما كيشربش المهم بحيلي يكون في يعني لاماركم زيانة ديالحلوة والان نبدو على بركاته الله بسم الله بouses كل الشكوكولة كل الشيارة كل الشيار ثم اضع ذلك اضع ذلك الاجتماعي الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 كيف ما قلت لكم حيث كل طبعين والنوعية دياله موسيقى 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 نضيف حرارة حرارة اليد من الخريم حيث يلدناهم المقادير يتعجنون لا يبقوا البيب غير يدوبوا جمال القصريات جمعهم جيد غرب اقوضوا من القحمة لدينا المقاد эксперيت يحصل على الرابط الأسفل و يتعرض بيش مصدر يبقى موادق وعرف نعطيه لدهما علش اللعرف المقاعدة المكونات ونصيبه بطاق وانو ما كيستغلوش الاسقطة ديان الزطاق ها كوكيزيان لحبيداتي هالاجين ديالو كتكون بطلقة غادي نخليها غير يرتاح وحد شو نطلقو الحبيداتي من بعد ما ضفت طحين اللي يعني الكافي هانتو ما تنشوفو وبانسي قدرت علي الخبارة حيث كان نجمع النواشي ما بينهم بحين اللي جمع لي هاد مكونات وهذا اعطاني هاد اجين ارتبه لعب غا نزيل اللي اللي ببدة شوكونا ونحاولو ندخلوهم بيعا مش بيعش بيعا كيبقو بكل اخرين بس ما ينوموش حيثو ليدات كيبنوهم يبقو بيعا حيثو كيبو ويقوم ببدة حبيباتي في كويرات ونضعهم في طاوى ديالنا لأن البلات ستكوروا العجينة ونضعهم على شكل غريبة على شكل كوكيز ونضعها في طاوى ديالنا نضعهم البلات متبعدين بشكل غريبة الزيانة لهم 80 درجة للفرن زيان الضوء وفي نسبة للفرن آدي يعني راكديري العبية من الفرن النار بكتكون محفوق ونضعهم بالطاوى وبتالي بطاوى ديالك ونضعهم بطاوى ديالك الفرن ونضعهم بطاوى ديالك الفرن ونضعهم على هذه العملية حتى نكملوا الكويرات ديالنا كلهم ديالكوكيز نضعهم بشكل حجم يعني بتزاوي اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر